تلميح الوزير الكتائبي ألا حكيم إلى صفقات اشتراكية في ملف النفايات ونفيه لاحقاً هذا التعليق الذي أدل به أمام غير صحفي في مدخل السرايا الحكومية بينا منذ ما قبل دخول الوزراء الجلسة الحكومية أن حل أزمة مطبر النعم لن يمر بهدوء أكثر من ست ساعات من النقاش لم تكن كافية للوصول إلى اتفاقية فرفع رئيس الحكومة تمام سلام الجلسة لإطلاق المناقشات الجانبية على أمل أن لا يؤدي الملف إلى شلل حكومي وعلى الأثر انتقل المجلس الوزراء إلى البحث الموضوع الأول الوارد على جدوى الأعمال الجلسة وهو موضوع النفايات الصلبة فتمت مناقشات التقرير الموضوع من قبل وزير البيئة وبعض الملاحظات الواردة عليه وبعد مناقشة مستفيدة لم تصل إلى اتخاذ قرار حول هذا الموضوع قرر دولة الرئيس رفع الجلسة في طريق الخروج من الجلسة أعلن وزير الزراعة أكرم الشهي بالدخول في دائرة الخطر منتقضا حق الفيتو لكل وزير وقائلا البلاد متجهة إلى أزمة مفتوحة في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر